في نهاية القرن الثالث عشر في حوالي عام 1293 كان المكتشف ماركوبولو يسافر عبر جنوب شرق آسيا في المنطقة التي تعرف اليوم بماينمار أو بورما قضى ماركوبولو عشرين عام في السفر حول القارة الأسيوية في سلسلة من الرحلات على طول الطريق القديم والمعروف باسم طريق الحرير بعدها دخل في خدمة امبراطور المغول في الصين قبلاي خان عجب الامبراطور به وعينه سفير خلال عمله مع قبلاي خان سافر عبر الجبال في جنوب غرب الصين على حدود مينمار يقول ماركوبولو عبر تلك التلال الكثيفة بغابات البامبو نزلنا إلى وادي نهر واسع مليء بالحيوانات البرية عندما تترك مقاطعة كارداندان تدخل في نزول شاسع تسافر فيه دون تغيير لمدة يومين ونصف خلال هذه الرحلة لا توجد مساكن بعدها تصل إلى سهل واسع وما وراء ذلك باتجاه الجنوب نحو حدود الهند تقع مدينة مايان الرحلة تستغرق 15 يوم عبر بلاد كثيرا ما تكون مهجورة وغابات مليئة بالفيلة ووحيد القرن وغيرها من الوحوش البرية بحيث لا يبدو أن هناك أي مسكن في هذا البلد وجدت العديد من الفيلة والثيران البرية الكبيرة والجميلة والغزلان البيضاء وغيرها من الحيوانات لكن بعد أكثر من أسبوعين صادف ماركو بولو مدينة كبيرة برزت له رغم كل ما رأاه في رحلاته لحجمها وروعتها مدينة بها أكثر من أربعة آلاف معبد ذهبي بقباب تخترق السماء فوق السهل مسطح لوادي النهر يقول ماركو بولو بعد الرحلة التي استغرقت 15 يوم وصلنا إلى مدينة مايان وهي مدينة كبيرة رائعة وعاصمة للمملكة السكان فيها وثنيون ولديهم لغة خاصة بهم يقال أنه كان يحكم هذا البلد في السابق ملك غني وقوي كانت المدينة التي أطلق عليها ماركو بولو اسم مايان قد واجهت أوقات عصيبة حيث تركت البيوت مهجورة وتدهورت المعابد وأصبحت مهجورة أيضا كانت هناك علامات على اندلاع حرفيها وأشخاص جياع ونازحون في الشوارع لكن فوق هذه المناظر اليائسة شمخت أضرحة المدينة الذهبية شاهدة على روعتها السابقة من بين كل هذه برز معبدان ضخمان بشكل خاص فعندما كان الموت يقترب من الملك أصدر أوامره بإقامة برجين هرميين من الرخان بالكامل عند رأس وقدم القبر كل منهما بارتفاع عشرة خطوات ذو حجم متناسب كان أحد هذه الأهرامات مغطى بصفيحة من الذهب بسمك بوصة بحيث لا يظهر شيء غير الذهب والآخر بصفيحة من الفضة بنفس السمك الكرات محاطة بأجراز صغيرة من الذهب والفضة ترن عندما تحركها الرياح وبعد سنوات عاد ماركو بولو إلى إيطاليا وتورط في حرب بين جنوى وفنيسيا ولأنه كان مع الجانب الخاسر ألقي به في السجن من قبل الجنوبيين في السجن كان يشارك زنزانته مع الكاتب روستيشيلو دابيزا والذي كان معجب جدا بحكايات بولو عن رحلاته وبينما كان ينتظران في السجن انتهاء الحرب عاملان معا على كتاب ذكريات بولو بتفاصيل حية تعتبر من أجمل ما كتب في أدب الرحلات مع كاتب روستيشبيلو أصبح ماركو بولو أول أجنبي يكتب وصف لمدينة في قلب إمبراطورية نعرفها اليوم باسم باغان لقرون كانت باغان قد وحدت أراضي ماينمار وأشرفت على ازدهار الفن والعمارة منشئة واحدة من أروع المباني الدينية التي شهدها العالم على الإطلاق كانت إمبراطورية باغان قد ازدهرت ونجت ثم فجأة انتهى عصرها الذهبي تركها الشعب وتحولت معابدها العظيمة إلى أطلال ببطء حلقتنا اليوم هي عن مملكة باغان القديمة أو ماينمار ماينمار اليوم هي أكبر دولة من حيث المساحة المتصلة باليابسة في جنوب شرق آسيا مساحتها تعادل مساحة ولاية تيكساس وتقريبا ثلاث أضعاف حجم المملكة المتحدة تحد ماينمار الهند من الغرب والصين من الشرق وتمتد أراضيها بين السلاسل جبال آراك وبيغون وتشين بين قمم هذه السلاسل الجبلية التي تمتد كسلسلة من العمود الفقري من الشمال إلى الجنوب عبر البلاد تجري أنهار تشيندوين وتشويلي ونيماي والعديد من هذه الأنهار تبدأ من جليد الهملايا العليا في بورما العليا وجميعها تتدفق من خلال مضائق جبلية عالية وتنظم إلى أكبر مجرى مائعة للإطلاق في تدفق واسع ومتعرج وهو النهر العظيم إيروادي اسم نهر إيروادي مشتق من الاسم السينكريتي إيروادي وهو فيل أبيض أسطوري بأربعة أنياب وسبعة خراطين وهو في الأساطير الهندوسية الراكب الموثوق به للإله إندرا يلتفد نهر إيروادي لأكثر من ألفي كيلومتر عبر المنطقة الجافة في بورما عبر غابات النخيل والأراضي الشجرية وحول الجزر المائية النهر هو واحد من أوسع أنهار آسيا وفي بعض النقاط خلال موسم الأمطار يمكن أن يتسع إلى ما يقرب من كيلومتر الناس في بورما على مدى آلاف السنين بنوا منازل على طول النهر فوق أعمدة من الخيزران الطويلة التي تسمح لمياه الفيضان بالارتفاع تحتها وفي نهاية رحلة النهر يتفرع إيروادي إلى الدلتا واسع في غابات المنغروف والمستنقعات والجداول المتعرجة حيث يفرغ أخيرا مياهه في المحيط الجنوبي مركز النهر العام هو قلب جاف يعرف باسم منطقة ماينمار الجافة حيث يتلقى كمية نسبية صغيرة من الأمطار كل عام تمتص الجبال التي تحيط بهذا الحوض الواسع من ثلاث جهات معظم الرطوبة مما يحبس السحب مثل جدار عظيم لكن بدلا من ذلك تسقط الأمطار في التلال ومن ثم يتدفق مياه المطر عبر النهر العظيم إيروادي هذا يعني أنه طالما أن تقريب من النهر فإن المنطقة الجافة ليست بحاجة أبدا للمياه منذ وصول البشر الأول إلى ماينمار توافد الناس إلى ضفاف النهر لزراعة الأرز وبناء المدن أقدم الثقافات التي نعرف أنها وصلت إلى ماينمار في حوالي عام 11 ألف قبل الميلاد وبحلول حوالي 1500 قبل الميلاد كان الناس في المنطقة قد تعلبوا استخدام البرونز وزراعة الأرز وتربية الدجاج والخنازير وكانوا من بين أوائل الشعوب في العالم التي ربت هذه الحيوانات للطعام وبحلول حوالي عام 500 قبل الميلاد كان يتم تشغيل الحديد في المنطقة استخدم الشعب ماينمار منذ القدم المياه كوسيلة للتنقل غالبا على شكل طوافات مصنوعة من الخيزران البورمي القوي والخفيف الذي ينمو في كل مكان على ضفاف الأنهار وفي الدلال الأدنى أو زوارق أكثر تطورا مصنوعة من خشب الساج شجر الساج يحتوي على كمية كبيرة من الزيت الطبيعي مما يعطيه مقاومة مائية استثنائية خشب الساج النامي في بورما وفير لدرجة أنه تم استخدامه لصنع إنشاءات ضخمة مثل الجسور التي دامت لما يقرب من 200 عام هناك مثلا جسر يحمل اسم يويين يمتد لأكثر من كيلومتر عبر بحيرة تونجيثمان وهو مصنوع من أكثر من ألف عمود من خشب الساج بنا الناس هناك حدائق الجزر العائمة والتي ترتفع وتنخفض مع مستوى المياه والتي لقرون حولت سطح البحيرة إلى أراضي زراعية منتجة إذا أراد الناس السفر جنوبا يمكنهم بسهولة تحريك قواربهم مع التيار لكن الرياح السائدة كانت تهب أيضا من الجنوب للشمال مما يعني أنه كان من الممكن أيضا الإبحار ضد التيار مما يجعل السفر في كل الاتجاهين على طول النهر سهل نسبيا كان نهر إيروادي مهم لتاريخ هذه المنطقة لدرجة أن الناس في بورما نادرا ما كانوا يتحدثون عن البلاد من حيث الشمال والجنوب بل كانوا يستخدمون كلمات مثل إيناواكي أي المجرى العلوي والمجرى السفلي يصف شاعر بورما قدوم الصيف في مناظر وادي نهر إيروادي حيث يقول كما تثور الفصول الحادة ضد البرودة في نمط التناقضات تصبح السماء غائمة والرياح حارة مجددا إنه الصيف الأوراق على الأشجار تتحول إلى الأصفر لتسقط لتظهر أوراق جديدة السيقان تلتوي أو تنكسر بينما البراعم على أشجار التامة خضراء ناعمة كبيض البغبغاء بينما في الصيف تعطش الأشجار في سفوح الجبال أزهار تازين تتسلق أشجار تابي تنفذ العطر وتمتزج مع الهواء المتناثر عند غروب الشمس طيور الفزن تحلق ومن بعيد تأتي نغمات الكوكو الآن ومرة أخرى الرعد يدق من خلال أفق السماء كطبول لامبارا وأنديني أنا أفكر في سكب المياه على شجر بودهي وعن الرفيق الغائب في القصر الذهبي للنصر وأنا حزين مثل العديد من اللغات في جنوب شرق آسيا تملك اللغة البورمية مستويات مختلفة من اللهجة تعتمد على مدى الحاجة إلى اللباقة أو الرسمية والأرض نفسها أسماء مختلفة تعتمد على السجل الذي نستخدمها في اللغة العامية يستخدم الناس غالبا اسم باما لوصف البلاد وشعبها بينما الاسم الأكبر والأكثر شاعرية هو ماينمار تم استخدام كل الاسمين جنبا إلى جنب القرون وعندما أصبحت البلاد مستعمرة بريطانية استخدمت الحكومة الاستعمارية الاسم غير الرسمي بورما وهو الاسم الذي سمعه البريطانيين أول مرة يستخدم من قبل البحارة والتجار العاديين لكن في عام 1989 قامت الدكتاتورية العسكرية التي كانت تحكم البلاد بتغيير الاسم رسميا للاسم الأكبر ماينمار بسبب هذا التاريخ المعقد في ماينمار اليوم يعتبر سؤال اسم البلاد محل جدل عميق ولهذا سنستخدم الاسمين عند الحديث عن هذه الأراضي فبورما هي ماينمار وماينمار هي بورما كان هناك مصدران رئيسيان للأحداث في ماينمار خلال العصور الوسطى أول هذه المصادر هي النقوش المنحوطة في الحجر في العديد من المعابد والمباني الأخرى والتي تركها الملوك للاحتفال بأفعالهم المصدر الثاني هو ما يسمى بالسجلات بورما هذه السجلات هي مجموعة متنوعة من الوثائق كتبها الرهبان والعلماء على مواد مختلفة على مر القرون بعضها كتب على ورق مصنوع من شجر البوش الخشن أو ورق منصق في أوراق طويلة جدا ومطوية وبعضها الآخر مكتوب على ورق النخيل أو حتى منحوط على ألواح حجرية أول سجل نجا منها كتب في القرن الثالث عشر خلال عصر باقان يعرف هذا السجل باسم ماها يازاوين أو السجل العظيم والذي تحدث عن عدة قرون حتى عام 1724 وتبعه بعد قرن تقريبا يازاوين ثيس أو السجل الجديد والذي حاول توثيق بعض التناقضات بين السجلات والنقوش الحجرية كما كتب مؤلفه في مقدمته حيث يقول هناك سجلات كتبها علماء قدماء لكن تلك السجلات التي كتبها العلماء القدماء هناك بعض الأمور التي لا تتوافق مع النقوش مثل العديد من هذه الوثائق التاريخية تم تمويل هذه السجلات من قبل الملوك وإنتاجها تحت إشرافهم وهي أدوات للدعاية الرسمية كما أنها مليئة بالمبالغات والأساطير خاصة في الفترات الأولى من التاريخ البورمي حيث تتضمن مبالغات سخيفة حقا حول حجم الجيوش وغالبا ما تصف الجيوش من أنها تضم عشرات الملايين من الجنود وغالبا ما تشمل ظهور مخلوقات مثل الغيلان والأشباح والأرواح الشريرة والشياطين والسحرة إلى جانب أعداد لا تحصى من الشخصيات الأسطورية البورمية لكن في عرضها الخيالي يمكن أن تجمع هذه السجلات مع النقوش الرسمية للحفاظ على التواريخ والأحداث وكذلك تحفظ التراث الشعبي والذاكرة التقليدية للشعب وفي عام 1829 عين الملك باقي داو من بورما لجنة من العلماء لكتابة سجل لملوك البورميين والذي يهدف لأن يكون كالطبع النهائية الكاملة جمعهم في الجناح الأمامي في مسكنه والمعروف باسم قصر الزجاج وأمرهم بالبدء في العمل الملك رأى العديد من التناقضات والتكرارات في السجلات القديمة وكان مقتنع أن السجل الملوك يجب أن يكون المعيار وليس شيئا من التصريحات المتضاربة والخاطئة جمع الوزراء والمعلمين في القاعة الأمامية للقصر والتي كانت متنوعة بالأحجار الكريمة المختلفة ومكان مناسب لأهم الشخصيات وأمر بتنقية السجل ومقارنته مع السجلات الأخرى وعدد من النقوش وفي النهاية التأكد من الحقيقة في ضوء العقل والكتب التقليدية هذه الوثيقة المليئة بالمواضيع الجانبية والحواشي عرفت باسم سجل قصر الزجاج وعلى رغم من طبيعته المعقدة إلا أنه نص يمنح لمحة حقيقية عن كيف كان الشعب باقان القديم يشعر ويفكر بخصوص حياتهم والعالم من حولهم وأيضا عن ولادة إمبراطوريتهم أصول الشعب الذي تحدث لأول مرة اللغة البورمية غامض تدعي سجلات البورمية وجود سجلات من الملوك تعود إلى القرن الثاني لكن علماء الآثار يعتبرون هذا أمر غير محتمل الشهادة أكثر قابلة للتصديق تعود بتاريخ هذا الشعب إلى أوائل القرن التاسع والمملكة القوية المسمى نانتشاو مملكة نانتشاو حاكمت المنطقة عبر الجبال إلى الشرق فيما هو اليوم المقاطعة العالية يونان في الصين الغربية لسنوات وضع ملوك نانتشاو أعينهم على وادي نهر إيراوادي الغني وكان هجومهم على وادي النهر في عام 832 في نفس الفترة الزمنية كانت الإمبراطورية البيزنطية الجزء المتبقي في بايعرب بالإمبراطورية الرومانية في صراع مع المسلمين وفي مخفضات المايا بجنوب المكسيك كان آخر ملوك المدينة الشاهقة كوبان رجل يدعى أوكيتوك يكلف بإنشاء نصب حجري لم يكتمل أبدا لأن مجتمعه نهار تحت ضغوط الجفاف والحرب وكان السكان يفرون من مدينة وفي بلاد الفرانكس قام الملك بابن الأول من أكتيان وأخوه لويس الألماني بالتمرد على والدهم الإمبراطور لويس الورع ابن شارلمان وفي نفس الفترة الزمنية من التاريخ في جبال الصيني الجنوبية خرجت جيوش نانتشاو لغزو أراضي بورما في ذلك الوقت كانت المجتمعات التي تقطن المنطقة الجافة حول نهر إروادي شعوب تذكر باسم البيو لا نعلم الكثير عن هذا الشعب ويعتقد أنهم كانوا يتحدثون لغة من اللغات الصينية عاشت هذه المجموعة بشكل غير مترابط في خمس دول مدنية في وادي نهر إروادي تأثرت ثقافتهم بشكل كبير بالتجارة مع الهند ففي القرون السابقة استوردوا البوذية بالإضافة إلى مفاهيم ثقافية هندية أخرى مثل الأساليب المعمارية والهياكل السياسية وأسسوا نظام كتابة مبني عن النص البرامي الهندي يسجل نص صيني في القرن التاسع يعرف باسم مانشو أو كتاب المتوحشين الجنوبيين انطباعات الصينيين عن هذه الأرض والشعب البيو الذين عاشوا هناك حيث يقول النص جنوب مدينة يونج تانج يمر المر أولا خلال أراضي إمبراطورية تانج إلى غابات زرقاء ثم إلى سماوات شاسعة ثم إلى مساحات مفتوحة هناك تقع أنهار هائلة ومستوطنات يعيشون في منازل متعددة الطوابق بدون جدران أحيانا يسبغون أسنانهم ودائما يرتدون قماش غير معالج مع حزام من الروطان حول خصورهم وقماش حريري أحمر ملفوف حول قمة رأسهم وشعر آخر متدلي خلفهم بطريقة زخرفية الطواويس تعشعش في الأشتار القريبة والفيلة هناك كبيرة يربي سكان المحليون الفيلة لحرث الحقول ويحرقون فضلاتها كوقوت مرت جيوش نانتشو من خلال الممرات الجبلية الضيقة المغطى بكثافة بالغابات واجتاحت السهول البورمية في سلسلة من الغارات المدمرة وأخذوا معهم كل من الغنائم والعبيد وفي السنة العاشرة من عصر زينيوان سعت جيوش نانتشو لمهاجمتهم وفي اليوم الحادي والعشرين من الشهر الثاني عشر من السنة الثالثة لعصر شانتونغ عند جرف نهر سولي تجمع حوالي 2000 إلى 3000 جندي وفقا للمصادر القديمة قامت نانتشو بترحيل الآلاف من شعب البيو والذين عاشوا وزرعوا في هذا الوادي الخصم من بين قوات نانتشو كان هناك مجموعة من محاربي الفرسان من شعب يعرف بالمين وهي قبيلة صغيرة من المرتفعات العليا التي تحدث سلفها ما سيصبح اللغة البورمية لكن هذه القوات كان لديها أحلام بالسير في طريقها الخاص وبمجرد أن تذوقوا الحرية في وادي نهر إيروادي لم يكن لديهم رغبة في العودة إلى نانتشو كانت السهولة القاحلة في بورما بيئة مألوفة لهم ومع تدمير السكان الأصليين بغارات نانتشو كانت أراضيهم متاحة للسكن انفصل المين عن مملكة نانتشو قرروا الاستقرار في هذه الأرض الجديدة وفي نهاية المطاط أسسوا مملكة هناك يختلف مؤرخون آخرون على أن الناطقين بالبورمية كانوا موجودين بالفعل في الوادي وأنهم كانوا جزء من شعب بياو ولم يكن لديهم علاقة بغارات نانتشو وقد يكون الجواب في الواقع مزيج بين الاثنين وبحلول عام 849 بعد 17 عام فقط من غارات نانتشو بنى المين حصن محاط بالجدران في مكان على الضفة الشرقية لنهر الإيروادي مكان عرف لاحقا باسم باغان الموقع المختار لمدينة باغان كان يعتمد كثيرا على جغرافية الأرض المحيطة به يعتقد أنها بنيت على أنقاض تجمع سابق يعود للشعب البيو تقف على انعطاف كبير من مسار نهر إيروادي المتعرج كان التجمع يتمتع بسهولة الوصول إلى المياه وكان محاط بريت من شأنه أن يكون أكثر خصوبة وإنتاجية في كل ماينمار لخمسمائة عام جزء من سوى ذلك يعود للتاريخ الجيولوجي العنيف للمنطقة فحوالي خمسين كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من باغان كان هناك بركان كبير خامد يدعى جبل بويا هذه القمة البركانية المغطاة بغابات كثيفة وبساتين الخيزران المضللة وهي موقع مقدس كان لقرون محور تركيز العبادة لشعب بورما جنوب غرب جبل بويا هو تاون كالات أو تلة البيستال وهو قمع بركاني مميز يرتفع أكثر من ستمائة وخمسين متر فوق مستوى سطح البحر حيث يقع اليوم دير بوذي يطلع على المناظر الطبيعية أدنى وعلى مدى التاريخ القديم أعتقد أن جبل بويا هو موطن الأرواح القوية والتي يطلق عليها البورمين اسم ناتس وعبادة هذه الأرواح كانت دائما موجودة إلى جانب الممارسات الدينية البوذية في علاقة معقدة كان هذا الجبل أيضا جزئيا سبب في نجاح مجتمعهم الرماد التي تقدفه البراكين أثناء ثورانها غني بالعناصر مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم المعادن الضرورية لنمو النباتات لهذا كان شعب باقان قادر على إجراء حصادين وفيرين للأرز في السنة وزراعة محاصيل أخرى مثل البقوليات والسمسم والخيار والدخل وعلى البقعة التي اختاروها لمدينتهم الجديدة بنى المين جدار ضخم وعالي من الطوب بنوه وفقا لتقالية التجسيم البوذي وعلم الأرقام كان الجدار الداخلي لباقان مصمم بـ 12 بوابة لتمثيل الأبراج الـ 12 مع أربع بوابات رئيسية في كل من الاتجاهات الأساسية الشمال والجنوب والشرق والغرب لم تكن المساحة المحاطة بالجدران ضخمة فالمساحة كانت أقل من كيلو متر مربع لكن الجدران كانت تحتوي على قصور الملوك ومقر الإدارة خارج هذا المركز المحصن سرعان ما نمت مدينة شاسعة معظمها بني من خشب الساج والخيزران الذي ترك أثرا ضئيل في السجلات الأثرية وبحلول منتصف القرن العاشر كان هناك ملك في باقان لا نعرف الأسماء والتواريخ الدقيقة لهؤلاء الملوك الأوائل كتب رحالة عربي إلى الهند وبورما في القرن التاسع اسمه سليمان التاجر شهادة عن الجيش القوي الذي حشده أحد ملوك بورما حيث ذكر أنه عندما يسير إلى المعركة يرافقه حوالي خمسين ألف فيل ويقوم بالحملات العسكرية فقط في الشتاء في الفيالة لا تتحمل العطش ولذلك يمكنهم الخروج فقط في الشتاء وذكر أنه في جيشه حتى الغسالون بلغ عددهم عشرة إلى خمسة عشر ألف وبفضل الدراسة المستمرة للنقوش نعلم أسماء ملكين على الأقل حكمات تقريبا في الألفية الأولى وهما نياونونغ أو سرهان وكياونونغ بيمين كلاهما كان يعتبر في السابق أسطورة وبحلول عام ألف وأربعة يسجل مصدر صيني من أسرة سونغ وصول سفير من ما أسماه المصدر مملكة يوكان والتي يعتقد أنها تشير إلى باقان هذا السفير كان يسعى للحصول على اعتراف من إمبراطور الصين من سلالة سونغ والذي كان يعتبر في ذلك الوقت القوة الكبرى في المنطقة مما يشير إلى أن مملكة باقان كانت قوية بما يكفي للنظر إلى الخارج والتواصل مع جيرانها لكن المصادر الموثوقة حول هؤلاء الملوك الأوائل نادرة جدا وكلها ممزوجة بالأساطير أول ملك لباقان في السجل التاريخي لم نحصل عليه إلا بعد قرن اعتبر هذا الملك مؤسس إمبراطورية باقان لكن من المحتمل أن باقان كانت موجودة لقرنين تقريبا قبل حكمه لكنه بالتأكيد أول ملك عظيم لها وبالتأكيد الملك الذي قادها إلى أفق جديدة ومجيدة كان هذا الملك هو أنوراتا كانت الحياة المبكرة لأنوراتا مليئة بالإضطرابات والصراعات العائلية كان والده الملك قد استولى على عرش باقان بعد الانقلاب على الملك السابق في تمرد ومثل معظم المنقلبين عاش والد أنوراتا في خوف دائم من أن يتم الإطاحة به يوم ما نشأ أنوراتا كأمير في القصر مع اثنين من أخوته غير الأشقاء الأكبر سنن وهم كيزو وسوكاتي كان هؤلاء الأخوان في الواقع أبناء الملك السابق لكن والد أنوراتا تبناهم ورباهم كأبناءه أخوته غير الأشقاء الأكبر سنن كيزو وسوكاتي دائما ما عاملوا الأصغر سنن أنوراتا كما لو كان أدنى منهم وهو أمر أزعج الأمير الشاب يعتقد أن هذين الأخوان كانا يحلمان بإعادة بعض المجد التي سرقهم منهم والدهم بالتبني وبينما كان أنوراتا لا يزال صبي دبر أخوته انقلاب للإطاحة بوالده يقول سجل قصر زجاج عندما بلغ كيزو وسوكاتي سن الرشد بنوا دير لطيف وقالوا للملك كونهساو تعال وبارك الدير ولم يكن الملك ينتبه ولكنه استمع إليهم هناك قام كيزو وسوكاتي باحتجاز الملك وتهديده وأجباره أن يكون راهب وبعدها نشروا شائعات على نطاق واسع بأن الملك في حماسة للسعادة في الآخرة وأصبح راهب هذا الانقلاب أثار فضيحة في البلاط الملكي وعلى رغم من شيوع الانقلابات من هذا النوع فأن مؤرخي بورما واضحون في رأيهم يروي سجل قصر زجاج كيف رافقت عدد من العلامات الشريرة هذا الفعل المذهل حيث يقول السجل وقد حدوث سقوطه شهدت معجزة في باقودا باثو النجم داس على القمر وكان القمر دائرة كاملة في اليوم الثاني من النمو واهتزت الأرض سبعة أيام والماء توقف في النهر أولا حكم كيزو كملك لكن السجلات تذكر أنه قتل ذات يوم على يد صياد اعتقده غزا يقول السجل بنى صندوقا ملكيا في مستنقعات نهر شيندوين وزار القرى العشرة لبانقي ليصطاد الغزلان وذات يوم كان صياد ينتظر الغزلان في المكان الذي يشربون فيه المياه وجاء الملك أيضا في المكان لانتظار الغزلان ولم يعرف الصياد أنه الملك لكنه أطلق السهم بالقوس وأصابه فمات توفى عن عمر يناهز الثماني وعشرين عام وفي وقت وفاته ضحك غول لنصف شهر كامل وقذف الحجارة على القصر بعد هذه الحادثة تولى الأخ الآخر سوكاتي العرش هناك من يعتقد أن الصياد كان مبعوث من قبل الأخ للاستيلاء على العرش خلال كل هذه الاضطرابات والخيانة سمح لأنوراتا بالاحتفاظ بمكانته الملكية في البلاط والعيش هناك مع والدته حتى بلغ أنوراتا سن الثلاثين كان الملك يشير إلى أنوراتا في القصر باستخدام كلمة نيثا نوغمي وهي كلمة مركبة تعني ابن الأخ وبسبب الارتباك الذي أصاب خاف أنوراتا على مصيره ولهذا ذهب إلى الدير حيث تم النفي والده وسأله عن معنى الكلمة للملك السابق كان المعنى واضح فالملك سوكاتي ينوي الزواج من والدة أنوراتا أخبر أنوراتا والده الملك بتلك الكلمة وأجابه الوالد لأنه يرغب في أخذ أمك لذا يتحدث هكذا غضب أنوراتا من هذا الأمر والتوسل للحصول على الحصان والأسلحة والعتادة التي أعدها ساكرا لوالده والده أعطاه رمح إيرنداما وسيف تيلونثا وخاتم ياقوت ودبوز شعر ياقوت من الصعب معرفة ما إذا كان أنوراتا تحرك بسبب هذه القصة أو أنه كان يخطط لهذه الخطوة سابقا قام أنوراتا بالتمر ضد الملك فلجأ إلى البركان المقدس وجمع قواته هناك وجمع السادة ورؤساء القبائل الذين كانوا غاضبين من الانقلابات بعدها توجه إلى عاصمة باغان تسجل سجلات القصر الزجاجي ما حدث بعد ذلك حيث تقول وعندما جمع قواته اتجه إلى باغان وأرسل الرسالة إلى أخيه يقول فيها أتنوي التخلي على العرش أم سنقاتل وعندما سمع سوكاتي كلمات أخيه الأصغر غضب كثيرا وأجاب حتى الآن لا يزال حليب أمه ينسكب من شفتي وهو يطلب أن يقاتلني دعوا جميع وزرائي يشهدون سأقاتله رجل رجل على ظهر الحصان وعندما سمع أنوراثا كلمات أخيه فرح وعندما حان اليوم المحدد أخذ الرمح والسيف الذين أعطاهما إياه والده وركب الحصان وجاء إلى مجرى نهر تاماتي ورأى سوكاتي أخوه قادما وخرج لمقابلته ثم قال أنوراثا أخي أنت الأكبر فاضرب أولا فطعن سوكاتي برمحه لكن أنوراثا تصدى له برمح إيرنداما ولم يصل إلى جسده ولكنه اخترق مقبض السرج وعندما رأى سوكاتي ذلك خاف كثيرا ورجف ثم قال أنوراثا أخي لقد انتهى دورك الآن والآن دوري بعدها ضربه واخترقه برمح إيرنداما بحيث اخترقه من الأمام وخرج من الخلف هرب حصان سوكاتي معه إلى النهر وهناك مات تبدو هذه المواجهة كما هو مدوم في سجل القصر الزجاجي كشيء من أساطير الملك آرثر مع مبارزات بالسيف وأسلحة أسطورية ذات قوة عظيمة والنضال لإنقاذ شرف امرأة ولهذا من الصعب أخذها كمصدر داريخي لكنها تعطينا فكرة عن المشهد السياسي المضطرب في مينمار الوسطى تشير السجلات إلى أن أنوراثا شعر بالذنب بسبب موت أخيه وحاول تهديئ الضميرة من خلال بناء معابد عظيمة وأعمال بناء تحتية في جميع أنحاء المملكة تقول السجلات لم يتمكن أنوراثا من النوم لمدة ستة أشهر كاملة لأنه قتل أخوه الأكبر ثم زاره ساكارا في الحلم قائلا يا ملك إذا أردت أن تخفض من فعلتك الشريرة وإثمك بحق أخوك الأكبر فابني العديد من الأقصاب والأديرة ومنازل الضيافة وشارك الأجر مع أخوك الأكبر واصنع العديد من الآبار والبرك والسدود والمجاري والحقول والقنوات وشارك الأجر مع أخوك الأكبر الأدلة الأثرية تظهر أن أنوراثا قام حقا ببناء العديد من المباني وتوجه بعد توليه العرش في عام 1044 إلى الشمال لتأمين الحدود الشمالية وبنى 43 حصن على طول نهر إيروادي الشمال كان بمثابة البوابة التقليدية إلى بورما الأراضي التي من خلالها مرت جميع الغزاء ولذلك لتأمين أرضه بنى الملك شبكة من الحصون كما مر مدرع حمل أراضي الزراعية القيمة في الشمال وسمح لجيوشه بالتحرك بسرعة على طريق مجهز وأيضا قوى العديد من المدن في هذه المنطقة حيث بنى أسوار المدن القوية والحصون وفي الشمال بنى العديد من قنوات الري وحسن البنية التحتية المائية القائمة للحصول على أقصى استفادة من إمكانيات الأرض العديد من القنوات والخزانات التي بناها لا تزال قائمة حتى اليوم بعد مرور ما يقرب من ألف عام بعد تأمين الشمال التفت الملك إلى الجنوب كانت مدن الساحل في جنوب بينمار مستقلة والكثير منها أصبحت ثرية بسبب حركة التجارة ولكن من جهة البحر إلى أراضي الهند والصين كان المرور عبر الجبال المحيطة بمينمار أمر صعب ولهذا فأن معظم البضاعة التي دخلت البلاد تدفقت خلال هذه المدن الساحلية كان وجود الأراضي الزراعية الجيدة أمر مهم ولكن إذا كانت باقان مضطرة لدفع رسوم التجارة إلى هذه المدن الساحلية فلن تتمكن أبدا في أن تصبح القوة الكبرى التي يحلم بها الملك أنوراثا بوضوحه وفقا للسجلات مشى جنوبا وحاصر أول مدينة من هذه المدن وهي تاتون تسجل سجلات الغصر الزجاجي على الرغم من أنها تضخم حجم الجيوش بعامل ألف ضعف على الأقل بأسلوبها المبالغ فيه عن هذه الحملة بقولها جمع جميع رجاله الأبطال وسار عبر البر والمياه بواسطة الماء أرسل ثمانمائة ألف قارب وثمانين مليون رجل مقاتل بالبر جعل أربع من جنرالاته يسيرون على الأقدام بينما سار بقية الجيش الرئيسي في الخلف ويقال أن قوته البرية تحتوي على ثمانمائة ألفيل وثمانية ملايين حصان وثمانتعشر مليون رجل مقاتل يقال أن سلسلة الجنود كانت طويلة إلى درجة أنه عندما وصلت أولى قوات الجيش إلى الحدود الأمامية لأراضي ثاتون لم يكن الحراس الخلفيون قد غادروا بعد العاصمة ونظرا لأن هذه القوة الهائلة تفوق بكثير سكان بورما اليوم وكانت تمثل حوالي ربع سكان العالم في ذلك الوقت فمن التأكيد أنها مبالغ فيها لكن من خلال هذه المبالغة أوضحت السجلات أن الجيش كان بلا شك ضخم بهذه القوة فرض حصار على مدينة ثاتون وبعد أن صمدت لمدة ثلاثة أشهر استسلمت المدينة من هناك استوعب الملك عدد من المدن الساحلية الأخرى ليكون إمبراطورية حقيقية وبحلول ذلك الوقت كانت مدينة باقان قد نالت لنفسها اللقب السنكريتي إرمادانوبرا أو المدينة التي تدهس أعدائها وربط عاصمته بتلك المدن الساحلية يعني أن باقان أصبحت متصلة بطرق بحرية إلى المراكز الثقافية في الهند وربما الأهم من ذلك مع جزيرة سيرلينكا سيرلينكا هي الدولة قبالة ساحل جنوب الهند ولمعظم تاريخها حافظت على شخصية ثقافية متميزة فالبوذية في موطنها الأم في الهند قد تلاشت إلى حد كبير في ذلك الوقت لكنها نجت في سيرلينكا وأصبحت هذه الدولة قلب شكل قديم وصار من البوذية يعرف باسم التيرافادا هذه روابط الثقافية الجديدة حولت ثقافة ودين ماينمار وجعلتها تتواصل مع أشكال جديدة من الفكر الديني بالنسبة للملك إنورات العائد من ميادين القتال في الجنوب جاءت هذه كفرصة لا تقاوم لمواجهة بعض أقدم منافسي وهي الكنيسة البوذية بحد ذاتها لقرون كان هناك نوع من البوذية يعرف ببوذية آري وهي الشكل السائد للدين في ماينمار كانت بوذية آري شكل هجيم من البوذية التيبتية واستندت بشكل كبير على المعتقدات البورمية التقليدية نتيجة لذلك كانت ممارساتهم مختلفة تماما عن البوذية اليوم على عكس معظم أشكال البوذية كان رهبان آري يطلقون اللحى وكان لديهم شعر طويل وكانوا يرتدون رداء أزرق وأسود ويشربون الكحول ويمارسون شكل من أشكال فنون القتال يشبه الملاكمة وكانوا يركبون الخيل وحتى أن بعضهم في أحيان يذهب للحروب كما كانوا يعبدون شخصية الناقة شكل قوي من روح الثعبان المأخوذة من الأساطير الهندوسية ويبنون تماثيل تصور هذا الثعبان في معابدهم ونظرا لتاريخهم الطويل في بورما حصل رهبان آري على قوة هائلة في مملكة باقان حيث كانوا يملكون مساحات شاسعة من الأراضي ويحتفظون بكميات ضخمة من الثروة حتى أن مايا يازوين أو السجل العظيم يسجل ادعاء بين أن الرهبان كانوا يمارسون نسخة من حق البكارة الأولى أو أخذ بكارة العرائس قبل ليالي زفافهن حيث كان يتم إرسال بنات الجميع بدءا من الملك حتى أفقر أفراد الشعب إلى الرهبان ويعودون في الفجر كان الملك بعد النضج لم يكن معجب بهذه العادة وبقوة الرهبان من الصعب التأكد من صحة هذه الأخبار أو أنها كانت دعاية من الملك لتشويه الرهبان في كتب التاريخ لكن كان هناك شيء واحد مؤكد كان رهبان آري قويين للغاية وكان الملك يحلم طويلا بسحق مؤسستهم ويعادت صياغة الديانة بصورة مختلفة وجد الملك الفرصة لفعل ذلك عندما التقى بحكيم زهر اسمه شين أرهان شين أرهان مان من جنوب مينمار المنطقة التي سيطر عليها الملك كان الحكيم قد سافر إلى سيرلانكا وأخبر الملك بمزايا الفروع المختلفة من البوذية الممارسة هنا وهو فرع يدعي أنه الأقرب إلى التعاليم الأصلية لبوذة كانت هذه البوذية تريفادا التي ظهرت في مدن سيرلانكا أنورادهابورا وبولوناروا يركز هذا النوع من البوذية على عيش الكهنة حياة بسيطة حيث يعيشون بالتسول ولا يأكلون بعد منتصف النهار ويرفضون جميع المسكرات ولا يلمسون النقود وجد الملك من أن هذا الخيار أفضل له من رهبان آري يروي سجل قصر الزجاج تحول الملك كتجربة روحية مفاجئة حيث يقول السجل كان الملك ممتلئا بالفرح والنشوة وتحدث مرة أخرى ملتمسا من الرب يا ربي أعظني بشيء ولو قليل من الشريعة التي بشر بها الرب المعلم وما بشر الشين أراهان بالشريعة بدءا بالأشياء التي لا يجب إهمالها ثم وملأ قلب الملك بالإيمان ثابتا ولا يتزحزح اغرس الإيمان فيه كما يتغلغل الزيت المصفى مائة مرة في القطن المنفوش مائة مرة قد يكون الملك متأثر حقا بالتعاليم الحكيم لكن من الواضح أنه رأاها فرصة فإذا أدخل هذا الفرع الجديد من البوذية إلى المملكة يمكن إضعاف سيطرة رهبان آري ولذلك بدأ الملك بصراع ضد الرهبان أولا استهدف الملك قدرة الرهبان على التجنيد فأدخل قوانين جديدة فيها أن الشعب لم يعد ملتزم بتقديم أطفالهم الصغار ليصبحوا رهبان كما هو الحال في الماضي وبعدها غير قانون لإزالة العقوبة من الذين يتركون حياتهم كراهب ونتيجة لذلك تخلى العديد من الرهبان المستائم ببساطة وغادروا الرهبان لهذا بدأت قوة الرهبان تقل وطبعا كان هناك من قاوم التغيرات ولهذا نفى الملك آلاف الرهبان الذين عارضوا الإصلاحات ولجأ العديد منهم إلى بركان جبل بوبا القريب أو شرقا إلى الوديان الضيقة المشدرة في تلال إشان لكن لم يتم القضاء عليهم بشكل كامل في المقابل لم يمتلكوا مرة أخرى نفس القوة في المملكة وللاحتفال بالانتصار على الرهبان أرسل الملك مبعوث إلى سيرلينكا وطلب أن يتم إرسال أثمن مقتنياتهم وهو سن يعود لبوذا نفسه إلى مينمار ليوضع في أحد معابده العظيمة رفض السيرلينكيون ذلك وخوفا من غضب الملك أرسل المبعوث مرة أخرى إلى بورما بما قيل أنه سن آخر لبوذا يعتقد أن ما أرسل للملك هو السن مزيف وعندما وصل السن إلى العاصمة خرج الملك بنفسه إلى النهر لاستقباله كان الملك حاكم ناجح ولكن في المقابل وصف بأنه عنيد وعنيف وهذا أثر بشكل كبير على شعبيته كان للملك ابن اسمه كيان سيثا كيان سيثا كان جنرال عظيم وقاد تيوش والده في المعارك وفي يوم اشتكى الناس من منطقة بيغو من الغزاء الذين يدمرون منازلهم ويسرقون الحيوانات ولهذا أرسل الملك ابنه للتعامل مع الوضع تقول القصة أن الأمير طرد الغزاء وكان أهل بيغو ممتنين لدرجة أنهم أرسلوه إلى الوطن بمختلف الهدايا للملك هدايا من الذهب وشعرات تعود لبوذا وامرأة شابة جميلة اسمها أخين كان من المقرر أن تقدم هذه الشابة للملك عروس ولكن في الرحلة وقع الأمير في حب أخين وعندما علم الملك بخيانة ابنه أعلن عن عقاب ابنه بالنفي الأمير وحبيبته قرر الفرار عبر الريف مينمار خوفا من غضب الملك هذه القصة تعتبر من أهم القصص في تلك الحقبة حيث تنقلها الشعراء والكتاب عبر أجيال وفي الحادي عشر من إبريل من عام 1077 كان الملك يمتطي ظهر فيل متجولا في ظواحي باقان تقول السجلات أن روح شجرة كان الملك قد أغضبها سابقا ظهرت على هيئة جاموس بري ونطحته حتى الموت ومن ثم أخذته الشياطين بعيدا بحيث لم يتم العثور على جثته أبدا يرى المؤرخون أن هذه القصة الإسطورية لها جذور فالملك خلق كثير من العداوات ومن الممكن أنه تعرض للاغتيال تذكر السجلات وفاته بحزن شديد حيث تقول وهكذا مات هذا الملك النبيل الممتلئ بالمجد والقوة والذراع والسلطان والذي لمدة 33 عام كاملة من الازدهار الملكي دفع رفاهية الدين ورفاهيته الخاصة ورفاهية أجيال أبنائه وأحفاده وأحفاد أحفاده عند عمر يناهز 75 عام في وقت وفاته التصقت النحل بباب عرش القصر وضحك غول على أعلى بوابة ثاربة وخفل معان السيف الملكي وحط طائر نسر على القصر بعد وفاة الملك العظيم تولى ابنه سالو العرش عن عمر يناهز 26 عام وعلى رغم أنه لم يكن شاب بشكل خاص بمعايير العائلة الملكية إلا أنه سرعان ما نال لقب ميلولين أو الملك الصبي بسبب اسلوب حكمه السادج فبعد خمس سنوات فقط من سوء الإدارة واجه تمرد في الجنوب من شعب المون والذين يعيشون في المدن الساحلية التي فتحها والده تذكر السجلات قصة غريبة حول هذه الأحداث وأن التمرد كان بسبب خسارة الملك لعبة نرد من صديق طفولته يامكان تقول السجلات يوما ما لعب الملك ويمكان النرد وفاز يامكان وقام وصفق بمرفقيه قال الملك ساولو لقد فزت بمجرد لعبة نرد وتجرع على النهوض وتصفق بقدميك إذا كنت رجلا تمرد في بيغو مقاطعتك صدم يامكان وسأل هل أنت جاد قال الملك نحن الملوك لا ننطق إلا بالحقيقة وفقا لسجل عادي مكان إلى بيغو وبدأ التمرد كمقترح الملك قد لا تكون هذه الرواية الصحيحة ولكن من المحتمل أنها تحتوي على بعض الحقيقة حول شخصية الملك ساولو والذي بدأ وفقا لجميع الشهادات لديه طبيعة طفولية وكان يعامل الحكم على أنه لعبة بيده توجه الملك ساولو إلى أخيه والذي طرده والده منذ زمن بعيد بتهمة الوقوع في حب امرأة خرج كيان سيثا من المنفى ووافق على مساعدة الملك في قيادة جيوشه ضد التمرد في الجنوب تقول السجلات نصب الملك ساولو وكيان سيثا مخيمهم عندما وصلوا إلى جزيرة بيداوتا قائلين لقد تأخر الوقت غدا سنقاتل ثم في ضوء القمر الخافت خرج يامكان وحرضهم على القتال فتبعوه وقاتلوا دون انتباه أو ملاحظة شهد الملك ساولو تمثال لفيل جالس معتقدا أنه حقيقي وتقدم للقتال ليسقط الفيل الملك الذي كان يركبه في الوحل ويعلق نزل الملك ساولو من ظهره ودخل فتح في شجرة التين في الغابة واختبأ هناك ثم أسر فيله ونهب الجيش بأكمله ولم يكن هناك من يوقفهم تم العثور على ساولو قريبا وهو يختبأ في شجرة التين وتم أسره بواسطة المتمرد يامكان تذكر السجلات قصة يبدو أنها خيالية حيث تقول كان ده ساولو فرصة واحدة فعلا للهرب عندما تسلل البطل كيانسيت إلى معسكر العدو لإنقاذه لكن ساولو خشى أن البطل يريد اغتياله ولهذا رفض مرافقته واعتقد أن المتمرد يامكان والذي كان صديقه والذي لعب معه العديد من ألعاب النرد لن يؤذيه لكن كيانسيتا حمل الملك على كتثه من أجل إنقاذه فكر ساولو كيانسيتا هو الشخص أضر بوالدي أخشى أن يسرقني ليقتلني لكن يا مكان هو ابن معلمي وبالتأكيد لن يقتلني صرخ ساولو قائلا كيانسيتا يخطفني صاح كيانسيتا إذن موت أيها الأحمق موت موت الكلب بيد هؤلاء الأوغات والقاه أرضا وركض هاربا وسبح عبر نهر إراوادي وعاد إلى المعسكر أمر يامنكان بقتل الملك في أبريل من عام الف واربعة وثمانين بعد وفاة ساولو استمر كيانسيتا في قيادة يوش باقان الملكية ضد تمرد يامنكان فرز زعيم المتمردين جنوبا إلى النهر على متن قاربه الذهبي الفخم وأرسل كيانسيتا صياد اسمه ياسين ليتبعه ويقتله إذا استطاع يروي السجل ما حدث بعد ذلك ياسين الصياد لحق به أدنى يواثى وتسلق شجر التين وأطلق أصوات عذبة كصوت طائر وبينما سمع يامنكان ذلك الصوت فتح باب القارب الذهبي ونظر قائلا ما هذا الطائر الذي يصدر أصوات بهذه الحلاوة والروعة ياسين الصياد من المكان الذي كان يترقب فيه رفع قوسه وأطلق السهم وأصاب عين يامكان فمات ليكون كيانثيسا الأخ الذي كان في المنفى هو الوريث الشرعي على العرش تولى كيانثيسا العرش في 21 من إبريل من عام 1084 وتسلم اللقب سيري درفيهو فانانتديا دهمراجا والذي يعني الملك البوذي المحظوظ ابن العوالم الثلاثة كان الملك الجديد شخصية مثالية لتوحيد البلاد بعد فترة من العنف والانقسام فبينما كان في المنفى عاش لمدة سبعة سنوات في منطقة المون الجنوبية بين المدن الساحلية وهناك طور حب حقيقي لشعب المون وثقافتهم ودع الملك النبلاء المون إلى البلاد وعينهم في مناصب عالية في المملكة وبعضهم كان جزء من التمرد قبل سنوات نتيجة لهذا النهج السخي كانت فترة طويلة من السلام في مينمار ومع السلام جاءت فترة من الازدهار الكبير خلال ذلك الوقت نمت العاصمة باقان إلى حجم وثروة عظيمة نمس سكان نتيجة الإمكانيات الزراعية المتزايدة للمدينة لكن باقان جذبت أيضا أشخاص من جميع أنحاء المنطقة فنانين ونحاتين وبنائين ومعماريين ورهبان وعلماء ومعلمين يمكن تتبع نمو المدينة في عدد المعابد المتزايدة التي بنيت في 300 سنة بعد عهد الملك أنوراتا استطاع العلماء معرفة تاريخ البناء من خلال دراسة الكربون خلال هذا الوقت بني ما يقارب 4000 معبد إلى جانب الآلاف من الهياكل الطوبية الداعمة لها كان للعديد من هذه المعابد استروبات ضخمة وأضرحة مقببة في مركزها كانت جهود البناء هذه تتطلب جيش من البنائين والنجارين والنحاتين والصاغة هذه المشاريع احتاجت دعم واسع وتطور في الصناعات المحلية كان النحاتون الذين صنعوا عدد لا يحصى من تماثيل بوذة بحاجة إلى عمال مناجم لاستخراج الرخام ومدربي أثيال لنقل كتل الحجارة الثقيلة كان الجميع بحاجة إلى الأرز والفواكه والخضروات واللحوم والصيد والكحول مع وجود العمل في كل ركن من أركان المدينة هاجر الناس إلى باقان من أجل العمل والكسب يسرد سجل القصر الزجاجي المهل التي استقطبت العاصمة بها العمال خلال عهد الملك أنوراتا يقول السجل بعد ذلك أرسل بشكل مفصل دون خلط أولئك الرجال الذين كانوا ماهرين في النحت والتدوير والرسم والبناءون والمصممون بالجزء وأنماط الزهور والحدادون وصانعون الأواني النحاسية ومؤسسي الجونك والرموز والعاملون بزهور الفليقران والأطباء ومدربون الأفيال والخيول وصانعون الدروع المستديرة والمنقوشة والرجال الماهرون في القلي والتحميص والخبز والشواء ومصففو الشعر والرجال الماهرون في العطور والروائح والزهور وعصائر الزهور من العاصمة الصغيرة التي كانت عبارة عن قلعة امتدت باقان لتملأ مساحة تزيد عن 100 كم مربع أو أكثر من ضعف حجم روما القديمة تشير التقديرات لعدد السكان في ذلك الوقت بأنه يصل إلى 400 ألف شخص يعيشون في المدينة وحدها خلال هذه الفترة تم بناء العديد من المعابد الكبيرة وأكبرها جميعا هو المعبد المعروف باسم معبد داتي بينو الذي تم الانتهاء من بنائه في عام 1144 يرتفع الباقودة الشاهق لهذا المعبد في ارتفاع يزيد عن 61 متر أو أكثر من 20 طابق معبد آخر قريب يدعى معبد أناندا ويرتفع إلى ارتفاع 51 متر كان هذا المعبد يخدم ليس فقط كمكان للعبادة بل أيضا مكتبة تم استخدام الطابقين الأول والثاني من المعبد كمساكن للرهبان بينما استخدم الطابق الثالث لعرض التماثيل وتم استخدام الطابق الرابع لتخزين المخطوطات والكتب وخزنت الطابق العليا الرفات الثمينة كان بناء المعابد في باقان يعتبر كأعلى صورة للإخلاص التي يمكن للملك أن يشارك فيها عندما افتتح الملك اللاحق ألونغ سيثو اكتمال بناء باقودة شويغوغي ألقى الصلاة التالية والذي يتخيل فيها المعابد كنوع من البنية التحتية العظيمة للروح كجسر عبر سمارة أو دورة التجسيد اللانهائية ونحو الاستنارة العبدية تقول هذه الصلاة بهذا الفضل الوافر أرغب هنا ولا فيما بعد بأي براع ملائكية للبراهمة السوارس المراس ولا حتى أن أكون تلميذ للفاتح لكني أرغب في بناء طريق مباشر عبر نهر سمسارة وكل الناس سيعبرون به بسرعة حتى يصلوا إلى المدينة المباركة كان ينظر إلى هذه المعابد بأعلى درجات الاحترام إحدى النقوش في معبد مينغون باهدوداوغي غير المكتمل والذي تم بنائه بعد عصر باقان يحتوي على البركات لأولئك الذين يحترمون قدسية المعبد وكذلك سلسلة من اللعنات القاسية ضد أي شخص يلحق الضرر به أو يدنسه يقول النقش من الذي يؤيد ويحتضن مثلي هبة الإيمان الذي أقدمها بهذا القلب الكامل سواء كان ابني أو حفيدي أو أي ملك يأتي بعدي الملكات الأمراء الوزراء الملكيين سواء العليا أو الدنيا قد يفضل هو على الآخرين بعجلة الكنز وقد يمنح مثل الملك من دهاتها بالمجد والجلالة والقوة ولكن من يفسد حتى مصباح زيت هنا قد يضغط بالمخاطر الثمانية العقوبات العشر النتائج الثلاثين للكارمة الكوارث الثمانية الأمراض الستة والتسعين وقد يفاجأ بمصيبة عظيمة لا يمكن لألف طبيب علاجها وبعد أن يعاني هكذا لفترة طويلة جيلا بعد جيل عندما تتحلل عناصر جسده قد يعاني بالترقل بين الجحيم الثمانية الرئيسية والجحيم الثنوي الاثنى عشر والأربعين عالم متروكا في ياما ولوكيكا وقد يعاني مع جحافل الشياطين والتنانين والأشباح الجائعة وحتى لو نجى من كل هذه المعاناة قد يعود خمسة آلاف مرة إلى هذه الأراضي على شكل كائن بلا عظام وبائس شبح أو دودة أو ذبابة ما بينما تقدم سجلات الملكية مثل سجل قصر زجاج تفاصيل دقيقة عن مجيء وذهاب ملوك باقان لكن لديها القليل جدا لتقوله عن ما كانت عليه الحياة للشخص العادي خلال ذلك الوقت للحصول على صورة على الحياة اليومية للشخص العادي في باقان يمكننا اللجوء إلى صفحات الشعر الكلاسيكي في مينمار كان لي مينمار تقليد شعري عظيم لقرون وكان عصر باقان ليس استثناء ازدهر العديد من الشعراء في مجتمعاتها العلمية في معابدها وفي القصور الملكية وكانت المخطوطات التي أنتجها هؤلاء العلماء ذات قيمة استثنائية تظهر السجلات أنه في عام 1273 كتبت مجموعة كاملة من النصوص البوذية والمعروفة باسم تريبيتاكا والتي كلفت ما يصل إلى 3000 كيان أو ما يقرب من 50 كيلو جرام من الفضة وكان ذلك كافي لشراء أكثر من 5000 فدان من أراضي الأرز وأربعة أديرة كبيرة وأمي وخمسين معبد كانت تكلفة باهظة لهذه النصوص تعني أن القراءة والكتابة لم تنتشر أبدا كتب شاعر من القرن الخامس عشر اسمه شين مهارة ثاثار قصيدة تصف الصفات المطلوبة من الرجل المتعلم تقول القصيدة إذا لم يحاول الرجل بحماس النصر الجريء الذي يمسك الدجاجات بثبات وإذا لم يدرس ويتأمل ولم يسأل ولم يناقش ويعرف فقط كيف يقرأ أوراق النخيل كيف يمكن أن يصبح رجل معروف في الأدب مثل القط الذي يأكل الربيان بمتعة خاصة يجب على المتعلم دراسة جميع النصوص يجب أن يصبح حاد كأسنان المنشار التي تخترق بعمق جميع المسائل ليكشف الموضوع من البداية إلى النهاية دون خوف مثل الأسد يقدم شاعر من القرن السابع عشر وينجي باديثاريازا وصف لنظام غذائي لمزارة عادي حيث يقول يكمل وجباته من الأرز والكاري بأنواع مختلفة من الحياة الحيوانية التي يجدها في حقوله يحرث الفلاح حقله وفي حقول الأرز لديه حفرة مليئة بالماء وهي موطن للعديد من السلطعونات الصغيرة ويعود إلى البيت منحنيا الكاري الحلو والعصير يطبخ عند وصوله ويقدم بسرعة مع الخضروات والأرز الساخن والكاري الممزوج بتوابل حادة منحنيا يأكل محاطا من كل جانب بأبنائه وأحفاده مصدر آخر للمعلومات هو جدران المعابد في باقار والتي تظهر لنا القليل عن أساليب اللباس في المدينة على الأقل بين الأثرياء كانت أزياء الناس في هذه اللوحات مزيج من الثقافات الهندية والصينية وكانوا يرتدون فساتين طويلة وشالات ومعظم المواد مصنوعة من الحرير والقطن وكان الرجال والنساء يرتدون أساوير في معاصمهم وذراعيهم وقلادات وسلاس القدم وكانوا يرتدون أحزمة مجوهرة على خصورهم إحدى الممارسات الثقافية البارزة بين العديد من الجماعات العرقية في بورما كانت الوشم وخاصة للساقين علق الزائر أوروبي في القرن التاسع عشر على هذه الممارسة قائلا كل ذكر بورمي يتم وشمه في صباه من المنتصف إلى ركبته نمط الوشم هو خليط خيالي من الحيوانات والزخارف العربية خلال حكمه كافح الملك كيان سيثا ليكون ابن لدرجة أنه كاد يفقد الأمل فبدون وجود ابن وريث يعني أن المملكة قد تقع في حرب أهلية وعندما ولد له ابن في عام 1090 كان مسرور للغاية لدرجة أنه توجد طفل المولود ملك وتنحى ليخدم فقط كوصي عليه وهذا الصبي اسمه سيثو مات الملك كيان ساثا بعد 22 عام وتولى ابنه سيثو العرش دون معارضة مثل والده كان حاكم متميز من حيث السياسة والحروب ولكن قبل أن يصلوا إلى سن الرشد وجد الملك أن ابنه الأكبر غير مناسب للعرش ولذلك قام سيثو بنفيا الابن الثاني الذي تولى العرش كان اسمه ناراثو ووصف في كتب التاريخ من أنه كان طاغية ومختل فعندما مرضى الملك سيثو أخيرا في شيخوخته استغل هذا الابن الفرصة ليارث العرش تقول السجلات عندما بلغ من العمر 101 عام مرضى بشدة وقام ابنه ناراثو بإزاحته عن العرش واحتجزه داخل باقودا شويغو استعاد الملك وعيه لفترة وقال هذا ليس قصري ما هذه الخديعة غضب الملك وكان جسده يشتعل كالنار فكر ابنه ناراثو إذا نهض الملك من مرضه فأنه سيقضي عليه ولهذا قام بقتل الملك أراد ناراثو أن يتولى العرش بنفسه لكن لا تزال هناك مشكلة الابن الأكبر المنفي صمم خطة لوضع أخيه على العرش أولا لجعل الأمور تبدو أقل شبهة وعندما وصل إلى ميناء ليبان نزل ناراثو وفقا للقسم الذي أقسمه إلى القارب وحمل سيف أخيه على كتفه ووضعه على العرش وبعد تتويجه تم تسميمه بالطعام وتوفى في تلك الليلة بعد التعامل مع كل هذه التهديدات تولى الملك ناراثو العرش بنفسه وحكم بأسلوب استبدادي كما يذكر سجل قصر الزجاج الملك ناراثو كان في يوم من الأيام حارس شيطاني لجبل والذي كان يظل الرب لذلك كان عظيم في المجد والقوة والسيادة وزراؤه الكبار والصغار وأتباعه وجميع الناس وقفوا في خوف ودهشة منه وكان يغضب بغضب وفخر شديدين كان الملك متوحش وقفت ملكاته وخادماته في خوف ودهشة منه ولم يحبوه بل كرهوه ولعنوه في قلوبهم جوّع جميع سكان المملكة ودمرت العديد من الحصون والقرى والمجالس زاد ناراثو عزلة نفسه في قصره وأمر ببناء ما كان يعتزم أن يكون أكبر وأكثر طموحا من جميع معابد بغان والمعروف باسم معبد دهما يانجي لكن ناراثو لم يعش ليرى هذا المعبد العظيم مكتمل وفي يوم كان ناراثو في قصره عندما اقتربت منه مجموعة من ثمانية رجال يرتدون زي الرهبان وعندما اقترب الرجال من الملك سحبوا خناجرهم وطعنوا وعندما تأكدوا من موته انتحروا جميعا شكلت فترة حكم الملك ناراثو ضرر كبير على مملكة بغان وأضرت بسمعتها في الخارج لكن في النهاية لم يكن الاستبداد أو التمرد الملكي الذي أسقط الامبراطورية وبعد العديد من عمليات الاغتيال الملكية والانقلابات والاستيلاء على العروش عادت المملكة إلى السلام تحت حكم طويل للملك نارابات سيتيو والذي حكم في عام 1211 لكن طوال ذلك الوقت كانت قوة المعابد تزداد وهي قوة لم يلاحظها الملك في البداية عندما حاول الملك أن رواث السيطرة على القوة والثروة المتزايدة لرهبان آري أصبح رهبان ثيرفادا أغنياء وعند ذروة عصر بغان الذهبي تجاوزت ثروتهم القوة والثروة التي كانت عند ملوك بغان كانت المعابد أداة قوية لبناء شرعيتهم بين المواطنين حكم الملوك بورما تحت اسم دار ماراجا والتي تعني الملك الذي يحافظ على واجباته الدينية وعندما يتوج ملك جديد يبدأ حكمه بإهداء الهدايا للمؤسسات الدينية القريبة وبناء معابد جديدة والتبرع بالأراضي للرهبان ولكن لم يكن فقط الملك الذي ساهم في هذه المؤسسات بل دعت المعابد أيضا المواطنين للتبرع بالأراضي والمال مقابل الحصول على وعد بحياة قادمة أفضل يقدم أحد أشعار بورما القديمة نصائح لتقديم التبرعات للمعابد حيث يقول من يتصدق ويحث الآخرين على التصدق سيولد غنيا محاطا بالخدم والممتلكات الواسعة سيكون قمرا مشرقا في تجمع الناس ومن يحث بجدية الآخرين على التبرعات بحرية بينما هو لا يقدم شيء في الحياة الأخرى سيكون ناقص في الممتلكات المادية ولكن سيكون لديه العديد من الخدم والأقارب والأبناء والأحفاد ومن لم يكن سخيا بنفسه ولا يحث الآخرين على الكرم فسيواجه مصير سيء بعد تحلل جسده لن يشعر بالشبع وسيجد نفسه يأكل بشكل نادر النباتات ويعاني من الجوع نهارا وليلا وسيصبح شبحا جائعا يواجه كل أنواع المآسي جعلت هذه التبرعات من المعابد أماكن غنية جدا لكن التبرعات بالأراضي هي التي غيرت موازين القوى في المملكة كل ما كان يعطى للمعابد كان يعطى للأبد وبهذا مع مرور الزمن تم التبرع بكمية متزايدة من مساحة أراضي ماينمار ومعظم أراضيها الزراعية الخصبة للمعابد البوذية لم يكن هذا ليشكل مشكلة كبيرة لو لا شيء واحد وهو حقيقة أنه وفقا لتقليد طويل الأمد كانت المعابد البوذية في باقان معفا من دفع الضراب ولهذا كان البعض يتبرع بأراضيه للمعابد من أجل التهرب الضريبي ففي باقان بحلول أواخر القرن الثالث عشر كان ما يصل من 63% من أراضي المملكة والتي كانت في السابق تعود ملكيتها للتاج بالإضافة إلى الغالبية العظمى من ذهبها وفضتها في أيدي المعابد المعفاه من الضراب بالنسبة لملوك باقان المتعاقبين وجدوا مأسق حقيقي في هذه الحقيقة كانت شرعيتهم بأكملها مستندة على نظام الإيمان الذي بدأ وانتهى بالمعابد البوذية ولذا كانت فكرة استخدام أي نوع من القوة لاستعادة الأراضي من الرهبان البوذيين غير المسلحين أمر مستحيل لم تكن المعابد مجرد مؤسسة دينية محبوبة في حسب بل كانت أيضا أكبر صاحب عمل في الأراضي حيث اعتمد عليها عدد لا يحصى من الناس لكسب عيشهم ولذلك إذا كان لملوك بورما أي أمل في استعادة أراضيهم فسيتعين عليهم استخدام عقائد المعابد ضدها كانت العقائد البوذية في بورما تسمح بنوع من صمام الأمان للحد من القوة والنفوذ التي تملكها المعابد كان يفترض أن يعيش الرهبان وفقا للفيانايا أو قانون السلوك البوذي والذي يؤكد على التخلي عن الممتلكات الدنيوية وكان من واجب الملوك تطهير المعابد بشكل دوري عندما تبتعد كثيرا عن هذا المثال فإذا أصبحت المعابد ثرية جدا فبالتعريف يجب أن تكون قد انحرفت عن الفيانايا وبالتالي يمكن أن يبدأ عملية تسمى ساسانا وهو نوع من التفتيش حيث يتم فحص المعابد الفردية وفيها تتم مصادرة الثروة الزائدة أو الأراضي وفقا للقانون الديني كانت هذه طريقة للتاج لاسترداد بعض الثروة التي خسرها للمعابد لكن عمليا ساسانا كانت بطيئة وغالبا ما تكون غير كافية فمجرد انتهاء مرحلة من تطهير ساسانا للمعابد كثيرا ما يشعر السكان بإلهام جديد للتبرع لمعابدهم والتي أصبحت الآن نقية أصالحة ومنه يبدأ المال بالتدفق مرة أخرى إلى الرهبان بمبالغ أكبر وبعد أن يقوم ملك بتطهير المعابد يقوم أحفاده بالتبرع بشكل أكثر سخاء فور صعودهم للسلطة لزيادة شرعيتهم ولهذا على مر القرون تدفقت ثروة إمبراطورية باقان في اتجاه واحد فقط من الخزانة الكبيرة للخزانة الملكية نحو القطاع المعفى من الضرائب للمؤسسة الدينية يلخص المؤرخ مايكل أونج ثيون الوضع بالشروط التالية تراجعت مملكة باقان لأن العوامل التي رعدها في البداية أصبحت مع مرور الوقت قوى متناقضة ومدمرة لها البذور التي زرعت دمار باقان هي ما جعل نجاحها ممكن في السابق والمؤسسات التي أدت إلى الإزدهار والقوة انقلبت في النهاية وفقرت الدولة ما كان نعمة أصبح نقمة ولكن لأن المجتمع كان غير قادر وغير راغب في تغيير ما كان قوى بناء عندما أصبحت مدمرة انهارت القوى السياسية للسلالة وبحلول عهد الملك هتي لو مينيلو والذي حكم في أوائل القرن الثالث عشر كان من الواضح أن الخزانة الملكية تعاني حيث كان آخر ملك في باقان يبني معابد كبيرة وقام بذلك في الغالب في مناطق نائية بعيدا عن العاصمة والملوك الذين تبعوه لم يقوموا بأي مشاريع كبيرة عندما يناقش المؤرخون انهيار المجتمعات غالبا ما يتحدثون عن ما يسمونه الأصول البعيدة للانهيار هذه اتجاهات بضيئة وواسعة تتراكم مع مرء الزمن شقوق تبدأ بالظهور وتتآكل في البنية وأحيانا تكون غير مرئية وهناك أيضا ما يسمونه الأصول الفورية وهي كرة هدم تأتي متأرجحة وتسدد ضربة حاسمة ترتد في البنية المتصدعة والضعيفة حالة ضعف قدرة دولة باقان على تسيير أراضيها ومواردها لم تكن قاتلة بحد ذاتها ولكنها جعلتها أكثر عرضة للأحداث الخارجية ففي عام 1258 بدأت سلسلة من التمردات في جنوب أراكان ومرتبان وشكلت تحدي للامبراطورية ومع احتفاظ المعابد فيما يصل إلى ثلثي الأراضي كافحت الدولة لتمويل الحملات العسكرية اللازمة لاحتواء هذه التمردات وعلى الرغم من أنها في النهاية استعادت النظام إلى تلك المناطق بعد صراع دام سنوات إلا أنه كان دلالة واضحة على ضعف حالة البلاد لكن في القريب بدأ يلوح في الأفق تهديد أكثر قوة كانت هذه القوة بحجم وقوة لم يسبق لأهل باقان أن واجهوه من قبل قوة كانت في ذلك الحين تجتاح اليابسة الأوراسية وتدمر الامبراطوريات التي حكمت لقرون وتترك الموت والدمار على عقابها كانت هذه جيوش الامبراطور المغولي قبلاي خان كان قبلاي خان حفيد القائد المغولي جنكيس خان والذي وحد شعوب السهوب في منغوليا وقادهم في حملة فتوح لم يشهد العالم مثلها من قبل فاتحا أراضي من بحر الصيني الجنوبي إلى البحر الأبيض المتوسط من سيبيريا إلى أفغانستان كان قبلاي عمره 12 عام عندما توفى جده جنكيس خان وبعد وفاة الخان العظيم بدأت الامبراطورية المغولية الواسعة بالتقسيم إلى دول متحاربة وجد قبلاي خان نفسه على رأس القسم الصيني من الامبراطورية المغولية وأسس سلالة عرفت باسم ليوان والتي كانت عاصمته بكين وفي ثلاث أجيال فقط تحول المغول من بدو رحل إلى أباطرة ومع مرور الوقت جاءت سلالة ليوان لتحكم معظم الصين الحالية منغوليا وكوريا وجنوب سيبيريا وفي أواخر القرن الثالث عشر في الوقت نفسه التي كانت فيه امبراطورية باقان تكافح لاحتواء مناطقها الشمالية المتمردة واستعادت بعض أراضيها وثروتها من المعابد كانت امبراطورية قبلاي خان منخريطة في حرب ضخمة ضد منافسيه الباقين في الصين وهم سلالة سونغ الجنوبية وهي مملكة صينية كبيرة استطاعت حتى الآن مقاومة تقدم المغول وبحلول عام 1270 كانت سونغ في وضع حرج قام قبلاي خان بحصار نهر اليانكسي قاطعا الطرق أمامهم وكان جاهز لمحاصرة وهتدمير جيوش سونغ المتبقية لكن كانت لديه مشكلة واحدة كان هناك طريق هروب واحد متبقي لجيوش سونغ وذلك عبر الممرات الجبلية الضيقة في جنوب غرب الصين وإلى أراضي مينمار فإذا استطاعت جيوش سونغ الهرب عبر أراضي باقان فيمكنهم مواصلة القتال ولذلك عزم قبلاي خان على تجعل امبراطورية باقان تحت نفوذه وأغلاق طريق الهروب الأخير لسونغ لكن مع انشغال قواته بالكامل في حرب شاملة ضد سونغ لم يكن قبلاي في البداية يرغب في الصراع مع باقان ولهذا أرسل مبعوث إلى البلاط البورمي وطالب بأن يقسم الملك هناك الولاء له ويدفع له جزية صغيرة وكان هذا الأمر غريب جدا على المغول والذين لم يتعودوا على الأمور الدبلوماسية لكن الأمور لم تسر وفقا للخطة كان ملك باقان في ذلك الوقت هو نار ثهاباتي وكان رجل ذو شهوات طاغية يحب الطعام والشراب لدرجة أن السجلات القصر الزجاجي تذكر أنه كان رجل بروح غول عاش في جبل بوبا وذكرت السجلات أن الرب ترك نبوءة على قمة جبل تيانكفي بأن الغول حارس الجبل ينبغي أن يصبح ملك ثلاث مرات في باقان وهذا ما حدث بالفعل فقد أصبح ملك مرة واحدة كما يقال باسم نار ثهاباتي ولأنه أصبح رجل بروح غول كان عنيف متكبر غاضب ومفرط في الأكل والشرب وكان شديد الغضب والكبرياء والحسد ومفرط في الجشع والطموح وكان لديه ثلاثة آلاف من الجواري إذا كانت السجلات دقيقة فأن هذا الملك نار ثهاباتي حكم بطريقة استبدادية حسب السجلات كان الملك لا يعاني من أي مرض بعمر الستة وتسعين عام بل أنه لم يعطس أو يتثائب أبدا لذلك لم يسمح لأي شخص بالعطس أو التثائب في حضوره وإذا حدث وعطس أو تثائب أحدهم يقطع رأسه وذات يوم كانت هناك جارية شابة في حضور الملك ترغب بشدة في العطس ولأنها لم تستطع كبحة وضعت وجهها في جرة كبيرة وعطست آملة أن الملك لم يسمع لكن الصوت كان عالي ليسأل الملك ما هذا الصوت لو لا تدخل إحدى ملكاته لم يسمح للفتاة بالهروب كان الملك نار ثهاباتي أيضا ميال للتفاخر وخاصة بشأن شهيته كما يظهر في إحدى النقوش في باقودا من غلارزيدي في عام 1274 والذي يقول الملك نار ثهاباتي القائد العلى لست وثلاثين مليون جندي والذي يستهلك ثلاثمية طبق من الكاري يوميا خصص 51 تمثال من الذهب والفضة للملوك والملكات والنبلة والعذارة يوم الخميس بدر شهر كاسون في عام 636 وفي يناير من عام 1271 وصلت مجموعة من السفراء إلى باقاد من بلاط قبلاي خان في بكين مع عرض الامبراطور المغولي طلب السفراء مقابلة الملك البورمي نار ثهاباتي وعندما سمح لهم بالدخول إلى قاعة العرش طالبوا بأن يخضع الملك لكونه تابع للمغول رفض الملك هذا الامر تذكر سجلات القصر الزجاجي هذا اللقاء بشكل درامي وتستخدم الاسم البورمي تاروك أو ترك لوصف سفير المغول تقول السجلات أرسلت تاروك عشرة وزراء وألف فارس للمطالبة بأواني الأرز الذهبية وأواني من الذهب والفضة ومغارف من الذهب والفضة لأنه كما قال كان مقدمة في السابق من قبل الملك أنوراثا تقول بعض السجلات أنهم جاءوا مطالبين بثيل أبيض أظهر السفراء التاروك في مطالبتهم عدم الاحترام للواجب أو التقدير في حضور الملك ولذلك أمر الملك بقتل العشرة وزراء والألف فارس ولا يترك أحد يهرب تشير كتابات برمية ومغولية من تلك الفترة إلا أن هذا الحكم لم ينفذ فعليا ربما بسبب توسل مستشاري الملك إليه بأن لا يثير غضب المغول لكن ذلك يظهر مدى غضب الملك على هذه المطالب وفي بكين شعر قبلاي خان بالغضب من هذه الإهانة ولكنه كان لا يزال متردد في أمر الغزو حيث أنه كان يقاتل بقايا سلالة سونغ في الجنوب وكان قد حاول غزو اليابان عن طريق البحر أفشل حيث احتل جزيرة سوشيما وحاول الوصول للبر الرئيسي لكن سفونه دمرت في الأعاصير التي أسماها اليابانيون لاحقا بالرياح الإلهية أو الكيمكازي في هذه المحاولة فقد قبلاي خان عشرة آلاف جندي مغولي لم يكن لدى قبلاي خان رقبة كبيرة في التزام عدد كبير من القواد في نزاع حدودي صغير مع باقان بدلا من ذلك أمر جنوده بالتحرك إلى شريحة واسعة من الأراضي الحدودية المتنازع عليها في سلاسل الجبال بين أمبراطوريته وبورما ردا على ذلك رفض ملك باقان التراجع وأرسل جيوشه لاستعادة المنطقة مدعومة بقوة كبيرة من الفيلة الحربية تقدم هذا الجيش البورمي إلى التلال الكثيفة في الغابات يعطي شاعر بورمي كتب لاحقا وصف للجيش حيث يقول نحن لا نخاف من أي شيء نحن جريئون وشجعان مستعدون للتضحية بحياتنا متقدمون نحو المدينة الملكية في هذا اليوم المحدد كيوم النصر في معسكرنا في الغابة الخضراء الأغصان مليئة ببراعم الزهور الصغيرة حلوة هي أصوات الطبول العسكرية والأجراس في الغسق اللطيف للمساء تماما كما يتم تفريق الضباب والسحب يجب علينا أيضا تدمير عدونا في النهاية التقى هذا الجيش بالحامية المغولية في وادي صخري يعرف باسم وادي فوتشانك كان ماركو بولو في ذلك الوقت يخدم كدبلوماسي في بلاط قب لاي خان ويتذكر القوة التي أرسلها ملك باقام بقوله لذا أعد هذا الملك قوة كبيرة وذخائر حربية كان لديه ألفين فيل كبير على كل واحد منهم تم وضع برج من الخشب محكم الصنع وقوي يحمل 12 إلى 16 رجل مسلحين جيدا بالإضافة إلى هولاكا لديه من الفرسان والمشاء 60 ألف رجل باختصار جهز قوة جيدة تليق بأمير قوي وهكذا كانت بالفعل قادرة على فعل أشياء عظيمة وماذا أخبركم عندما أكمل الملك هذه الاستعدادات الكبيرة لمحاربة التتار لم يتردد وصل خلال ثلاث أيام لجيش الخان العظيم والذي كان حينها في فوتشان في أراضي زارداندان بالنسبة للعديد من جنود المغول كانت هذه تجربتهم الأولى في رؤية الفيلة الحربية تستخدم في القتال وقدمت هذه المخلوقات الضخمة جدار مرعب يصف مارك بولو ما حدث بعد ذلك حيث يقول عندما وصل جيش الملك إلى السهل وكان على بعد ميل من العدو أمر بتجهيز جميع القلاع التي كانت على الفيلة للمعركة والرجال المقاتلين لتولي المواقع وصف الفرسان والمشاة وأصيب خيول التتار برعب شديد من رؤية الفيلة لدرجة أنه لم يمكن إجبارها على مواجهة العدو بل كانت دائما تعود للخلف بينما كان الملك وقواته وجميع الفيلة يتواصلون بالتقدم نحوهم لكن المغول قد تعلموا تكتيكات في السهوب الشاسعة الواسعة في آسيا الوسطى وكانوا يعلمون أنه عندما يكون العدو قوي جدا لمواجهتهم بشكل مباشر يمكنهم دائما التراجع وقذفهم بالسهام عن بعد وهذا بالضبط ما فعلوا يقول ماركو بولو وعندما أدرك التتار كيف كان الحال غضبوا غضبا شديدا ولم يعرفوا ماذا يفعلون لكن قائدهم تصرف كقائد حكيم فقد كان قد فكر في كل شيء مسبقا ففعلوا كما أمرهم وشدوا أقواسهم بقوة مطلقين الكثير من السهام على الفيلة المتقدمة بحيث أنهم في فترة قصيرة أصابوا أو قتلوا الجزء الأكبر منها بالإضافة إلى الرجال الذين حملوهم وعندما شعرت الفيلة بألم السهام التي تهاطلت عليها كالمطر استدارت هاربة ولم يكن هناك شيء على الأرض يمكن أن يجبرها على التوقف ومواجهة التتار ثم اندفعت إلى الغابة وركضت هنا وهناك محطمة قلاعها ضد الأشجار ممزقة أحزمتها ومدمرة ومحطمة كل شيء كان عليها ومع تشتت العدو شنت الفرسان المغولية هجوم عليهم وتفرقت قوات باغان كتابات المغول لا تخفي الفخر بحجم هذا النصر يسجلون أن 700 جندي مغولي فقط استطاعوا هزيمة جيش بورمي يضم 50 ألف مقاتل مع فقدان جندي واحد فقط لكن من الواضح أن هذا مبالغة كتابات البورميين لا تذكر أبدا هذه الحملة الكارثية تمت هزيمة القوة الرئيسية لباغان بشكل كامل في أرضهم ولم يكن هناك بين جيوش المغول ووادي نهر إيراوادي الغني أي شيء وكان المغول سريعين في استغلال نصرهم صغضت كاونسنغ القلعة التالية في الطريق بعد ستة أيام فقط في التاسع من ديسمبر من عام 1283 تذكر السجلات المغولية مدى خطورة هذه القوات الغازية حيث تقول حشدت تتار جميع جيوشه بعدد ستة ملايين فارس وعشرين مليون مشا كان الوضع يبدو قاتما بوضوح أمر الملك نارثي هاماتي اثنين من جنرالاته بأخذ قواتهم المتبقية وتحصين مدينة ناوسون يانج على معبر نهر إيراوادي الحاسم وعند وصولهم إلى مدينة ناوسون يانج جعلوها قوية وأحاطوها بالحصون والخنادق والأقنية وقاتلوا دفاعا عنها عند معبر نهر بهامو لثلاثة أشهر كاملة قتلوا العدو ولم يشفقوا حتى على مربي فيلة أو خيول بل قتلوا الجميع وعندما مات عشرة آلاف رجل أرسل الترك عشرين ألف وعندما مات عشرين ألف أرسلوا أربعين ألف كل رجال الملك متعبين ومنهكين وبمجرد أن عبرت تتار النهر سقطت ناوسون يانج عند سماع نبأ سقوط ناوسون يانج هرب الملك الذي يشبه الغول من مدينة باغان وتوجه جنوبا تقول السجلات ثم دعا الملك وزرائه واستشارهم قائلا إن مدينة باغان أصبحت الآن ضيقة علينا وفي العمق ضحلة لا يمكنها استيعاب جحافل الرجال المقاتلين وجحافل الفيلة والخيول دعونا نذهب مباشرة إلى الجنوب ونقيم مدينة قوية ولهذا السبب حمل الملك في تاريخ بورما اسم تاروك ييمين أو الملك الذي فر منه تتار انسحب إلى جنوب بورما وترك البلاد دون قائد وفي حالة من الفوضى ومع عدم وجود ثقة في ملك باغان لحمايتهم ببساطة انفصلت العديد من أقاليم الإمبراطورية ودافعت عن نفسها وخلال العام التالي حاول الملك التفاوض مع المغول المحتلين وطوال هذا الوقت كانت الأراضي المنخفضة في بورما ميدان قتال بسلسلة من المناوشات المستمرة من غير المؤكد ما إذا كانت القوات المغولية قد وصلت إلى العاصمة باغان وفقا للمصادر البورمية الجنرالات الذين أرسلهم الملك للدفاع عن الشمال تمكنوا من إبطاء تقدم المغول وصدهم على بعد حوالي 160 كم شمال العاصمة تدعي بعض المصادر بشكل معقول إلى حد ما أن الجنود المغول عانوا من حرارة المنطقة الجافة وعانوا من أمراض مثل الملاريا مما أفقد حملتهم زخمها يبدو أن الآثار تدعم هذه القصة حيث أنه على المعابد والهياكل في باغان هناك القليل من الأدلة على الأضرار الناجمة عن حرب أو حرق يدعي ماركو بولو في بلات قبلاي خان أن المغول وصلوا إلى باغان لكنه يشرح أنهم تركوا المعابد سليمة كنوع من الاحترام حيث يقول حتى وصلوا إلى بلاد ومقاطعة مين وفتحوها كلها وعندما وجدوا في المدينة البرجي من الذهب والفضة كانوا في غاية الدهشة وارسلوا خبر ذلك إلى الخان العظيم مستفسرين ماذا يريد منهم أن يفعلوا بالبرجين نظرا لكمية الثروة الكبيرة الموجودة فيها الخان العظيم على دراية تامة بأن الملك قد أمر ببناء هذه الأبراج لخير روحه وللحفاظ على ذكراه بعد الموت قال أنه لن يضرها بل سيتركها كما هي بالضبط ولم يكن ذلك مستغربا أيضا لأنكم يجب أن تعلموا أنه لا يوجد تتاري في العالم سيمد يده على أي شيء يخص الموت إذا استطاع تجنب ذلك مهما كانت الظروف لم يكن المغول مهتمين بنزاع مطول فبحلول عام 1287 وافق خان المغول على السلام المؤقت واعترفت الوفود البورمية رسميا بسلطة المغول على مملكتهم وافقت على دفع قرابين سنوية كانت نسبة معينة من الإنتاج الزراعي السنوي للبلاد لكن الاتفاق تحطم بعد الشهر واحد فقط ففي أواخر يونيو كان الملك المهزوم والمذلول قد عاد من الجنوب وسافر شمالا عبر النهر على مثل البارج الملكية ليتولى منصبه كملك دمية في العاصمة والتي فر منها قبل سنوات لكن في الأول من يوليو من عام 1287 تم اعتراض الملك في الطريق من قبل ابنه الثاني في هاثو والذي قام باغتياله تقول السجلات ذهبوا في اتجاه التيار في حالة من الفوضى وبدون اتحاد أو نظام وعندما وصلوا إلى ميناء بوروماي أوقف ثهاثو المركب الملكي ووضع السنف الطعام وقدمه وقال للملك كل لكن الملك كان يعلم أن هناك سنف الطعام ولم يأكل وعندما سمع ثياثاه بذلك أمر ثلاثة ألاف جندي بالتجمع حول المركب الملكي وهم يحملون سيوف لامعة مسلولة في أيديهم بعدها خلع الخاتم من إصبعه وسكب أربع قطرات في الماء فوقه وقدمه للملك أقسم الملك قسم وقال في كل الحيوات التي نعيشها أتجول في سامسارة حتى أصل إلى النيرفانة ليتني لم أنجب ابن مرة أخرى وأخذ الطعام وأكل وبعدها مات موت هذا الملك كانت الضربة القاضية الأخيرة للمملكة المتفككة باقان جميع المناطق المتبقية والتي كانت مخلصة له انفصلت ولم يكن هناك ملك على الإطلاق لمدة عامين وعندما ظهر آخر أبناء نارثي هاباتي وهو كياوسوا كحاكم كان عليه أن يحكم فقط المدينة المتضائلة والفقيرة من باقان نفسها ولم يكن لديه جيش على الإطلاق وفي النهاية تم اغتياله هو وابنه ووريثه في العاشر من مايو من عام 1299 خلال هذه الفترة زار ماركو بولو مدينة باقان ورأى بأم عينيه المشاهد المجيدة لمعابدها والتي قلت بهاؤها بسبب سنوات الحرب خلال هذه الفترة كان بإمكان المغول بسهولة التحرك لاحتلال أراضي باقان ولكن يبدو أنهم لم يكونوا مهتمين بذلك في الواقع لم يرسلوا بعثات إضافية لاستعادة النظام ولهذا تركوا المملكة تتفتت وتنهار وتغرق في الفوضى كتب ملك في القرن الرابع عشر اسمه منغي سواسكي نقش لاحق مع ملاحظة حزينة مختصرة عن هذه الفترة حيث قال تفككت الامبراطورية البورمية بسبب الصراعات الداخلية ظلت مدينة باقان محتلة لجزء كبير من القرن التالي هناك واصل الناس زراعة الأراضي وتربية الحيوانات في الأراضي المحيطة بالمعابد العظيمة احتلت ممالك أخرى هذه المنطقة على مرة زمن حيث توج بعض الملوك أنفسهم في باقان ومنحوا أنفسهم القابل أباطر القدماء لكن المدينة لم تحظى مرة أخرى بنفس الأهمية تم إنشاء عدد أقل من المعالم الدينية الجديدة والمثيرة للإعجاب حتى منتصف القرن الخامس عشر لكن بعد ذلك تباطأت أعمال بناء المعابد الجديدة لتتوقف بعدها بشكل نهاي وشيئا فشيئا سقطت المدينة في الخراب وظلت منطقة مدينة باقان موقع للحج حتى العصر الحديث وبينما كان الفلاحون يرعون مشيتهم على الأعشاب التي نبتت من بين الطوب سافر الحجاج مئات الأميال لزيارة مناظرها الفريدة ورؤية مشهد قبابها وأبراجها الذهبية المثير للإعجاب وهي ترتفع بين ضباب الصباح فوق وادي النهر السهلي حتى أن بعض المعابد الأكبر والأكثر إثارة للإعجاب تمت صيانتها وبقت لقرون لكن الألاف من المعابد الأقل شهرة والأبعد سقطت في الإهمال والخراب وبعضها اختفى تماما الكاتب الإنجليزي ويليام سومريت موم والذي سافر عبر بورمو تايلند في عام 1923 كتب مذكرات عن رحلاته بعنوان سيد في الصابون وفيها كتب عن كيف تأثر بمشهد أطلال مدن مثل أنغور ويوثيا وباقان حيث قال في هذه المدن الشرقية تؤسس المدن وتزدهر حتى تصل للعظمة وتدمر بطريقة لا يمكن إلا أن تملأ المسافر الغربي والذي اعتاد منذ قرون على الاستقرار النسبي بنوع من القلق هنا وهناك في الغابة بعيدا عن أي مسكن ستجد معابد مدمرة مغطة بالأشجار وبين الخضرة الرطبة آلهة مكسورة ونقوش معقدة كعلامة وحيدة على أن هذا المكان كان يوم مدينة مزدهرة وستصادف قرى فقيرة هي كل ما تبقى من عاصمة مملكة غنية وقوية إنه تذكير قاتم بتقلب حياة البشر يكتب موم بشكل تصويري عن زيارته الأولى للمعابد المدمرة في باقان وهو يقترب بالباخرة البخارية على طول النهر العظيم إروادي حيث يقول كانت أمطار خفيفة تتساقط والسماء مظلمة بالقيوم الثقيلة عندما وصلت إلى باقان من بعيد رأيت البيودات التي تشتهر بها بدأت ضخمة ونائية وغامضة من خلال ضباب الصباح الباكر كالذكريات الغامضة لحلم خيالي لا أدري كم عدد البيودات في باقان فعندما تقف على مرتفع تحيط بك حتى أقصى مدى تبلغه العين فهي مزروعة بكثافة تقريبا كما الشواهد في مقبرة هناك من كل الأحجام وفي جميع حالات الحفظ تزداد صلابتها وحجمها وروعتها تأثيرا بسبب محيطها فهي وحدها تبقى لتظهر أن هناك كانت تزدهر مدينة واسعة ومكتظة بالسكان واليوم لا يوجد سوى قرية مترامية للأطراف بطرقات واسعة غير مرتبة محاطة بأشجار عظيمة مكان صغير لطيف بما فيه الكفاية وخلال أيام التالية اكتشف موم أطلال هذه المعابد والبيودات المتهالكة ومشى بين الأبنية المتدهورة وفي كل مكان وجد المكان مشبع بحزن غريب ومستمر فداخل البيودات تجلس تماثيل بوذة في تأمل يقول في وصفها لقد تآكلت أوراق الذهب منذ زمن طويل من على الأشكال العملاقة والأشكال تتفتت إلى غبار الأسود الخيالية التي تحرس مداخل المعابد تعفنت حتى قواعدها مكان غريب وحزين والعشب ينمو في شقوق الأرصفة والأشجار الصغيرة قد نمت في الشقوق هي ملجأ للطيور الصقور تحلق فوق قممها والبغاوات الخضراء الصغيرة ترفرف في السقائف كانت الطيور تغني بصخف الأشجار وتغرد والضفادع تقفز 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 وفي مكان ما كان هناك صبي يصفر لحن حزين وفي الختام أعرض لكم أهم قصيدة كتبت خلال العصر الذهبي لباغان وهي من كتابة الشاعر أنانتسوريا كان أنانتسوريا عالم خدم كوزير أعظم في مملكة باغان تحت حكم الملك ناراثينكا والذي حكم في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ونتيجة الانقلاب استولى أخو الملك على العرش وبدأ بتطهير الحكومة من المواليل للملك السابق ولهذا تم الحكم على أنانتسوريا بالإعدام وتماما مثل ماركو بولو الذي جلس في زنزانته في جنوة بعد قرن من الزمن في الجانب الآخر من العالم لجأ أنانتسوريا في وقت سجنه إلى الكتابة وبينما كان جالس في السجن في انتظار موته كتب القصيدة التالية والتي دخلت التاريخ كواحدة من أجمل القطع الأدبية التي أنتجت خلال ازدهار الفن والثقافة الذي حدث خلال إمبراطورية باغان تقول القصيدة غالبا عندما يزدهر رجل يعاني رجل آخر القرية تسقط القرية الصغيرة مهجورة الحقول تعود إلى غابة ومراعي الحيوانات خالية صوت المدرسة اختفى من جدران الدير المعبد خالي الباقودة تدهدم الملك ميت وقصره مهجور البلاد تعاني من تدمير العدو العشيقة ميتة غرفة السيدة خالية الزوج والزوجة منفصلان والبيت مغفر الأمير ميت حديقة الأميرة غير معتنى بها الحديقة برية والبحيرة مغطى بالأعشاب البستانيون ذهبوا والبيت مغفر الماشية ماتت والحظيرة خالية الخيول سرقت والإصطبل خالي الثيران ذبحت والحق المهمل الحظائر خالية والمخازن فارغة المدينة في أنقاض والقلعة مهجورة المملكة سقطت ولي العهد ميت الشعراء صامتون والقيثارات غير موترة الحكماء موتى والمستشارون ذهبوا الجنود موتى والقادة ذهبوا القوارب مكسورة الشباك ممزق النهر جف والبركة راكدة الجسور مكسورة الطرق غير سالكة الطريق ضائع والمسلك مهمل الجسر مكسور والطريق جرفته المياه العباري غرق والمعابر ضائعة المملكة انتهت والأرض خراب القرى تحترق والحقول رمات النساء يبكين والأطفال يبكون الرجال يموتون والعدو يفرح الأمهات حزنة والأرامل يندبن النيران تحترق والدخان يرتفع المياه ملوثة الأسماك ميتة الغابة تحترق الحيوانات تفر الطيور صامتة الهواء مملوء برائحة الموت الشمس مظلمة القمر مختبئ النجوم تسقط الأرض ترتعش الآلهة غاضبة الشياطين تضحك الظلام قادم النهاية قريبة النهاية قريبة النهاية قريبة شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة وإذا عجلك محتوانة ادعمنا من خلال الاشتراك وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وركاست ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة ترجمة نانسي قنقر